جماعة المرة ده هرسم على جدار كبير في مركز عربيات فهرسم عربية بنفس حجم العربية الحقيقية يفتكروا شكل مكان كده عشان هيبقى جامد اول حاجة ديت الجدار 13000 وش شبيض عشان اعرف هرسم عليه وخططت الرسمة بالرصاص بعدها عملت له نزرق غامق الدرجة دي عشان اعمل الجزء اللي فوق قبل ما ابدأ ارسم علشان ما اوقاش حاجة على الرسمة وبرضو الحتة اللي تحت عملت رصصي غامق عشان المفروض ان هي اسفلت وعدت روش براشة عبيض كده عشان اعمل التفاصيل علشان الرسمة اتبان كنت عايز اعمل حاجات اللي باللسود الاول بس لقيت ان انا لسا ليسانة على ما اخلص بس اشتا شغلت التربو بوم تخزر به وخلصت اللسود على طول وكده بدأت تبان شوية بس لسا لما تخلص هتبقى اجمد بكتير ععدت روش باللبيض عشان اعمل رفلكشن والنور بتاع الفوانيس وعملت 1390 درجة لون عشان اعمل باقي التفاصيل مكان ده انا كنت رسم فيه خمس جداريات في الشارع اللي شافهم قبل كده اقول لي رأيو هم موجودين في المنصورة عند عضلة بس برضو كان مهم جدا الجدار ده بالنسبالي عشان احافظ عليها مع الوقت ودي كده نتيجة نهائية بجده تعبت جدا في الجدار ده فعاز اعرف رأيكو بجد خلاص عربنا جدا عمليون ففولوا وقل لي عمليه الجدار الجاي ولايك لعجبك الفيديو